السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله يومكم بكل خير متابعين الكرام اذن متابعي جديد حوال الطقس عبر قناتنا نعود اليكم بعد التحديثات الصباحية لنهار اليوم حيث النموذج الاوروبي متابعين الكرام بعدما كان يشير الى اجواء دافئة نسبيا وحارة على المناطق الجزائرية ها هو بدأ يشير الى تغير في حوال الطقس بحول الله تعالى وبدأ يلمح الاضطراب جوي على المناطق الجزائرية ودولة تونس وليبيا اذن بحول الله تعالى فيه تغير متابعين الكرام في احوال الطقس كما نتابع معكم في الصورة هنا اجواء الحارة ثم تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مع هذا الاضطراب الذي بحول الله تعالى سنتابع هذه الحالة في قادم التحديثات اذن بدأ تقريبا يلمح هذا النموذج الاوروبي متابعين الكرام لطالما اعتمدنا عليه سابقا في تحديثاته التي كانت صائبة كثير من الاوقات متابعين الكرام وبنسبة كبيرة من النماذج الاخرى ها هو يشير الى تغير ابتداء من التاسع عشر والعشرين من شهر فيفري الفين وعشرين اذن منتابعين الكرام نتوقع بحول الله تعالى تحديثات ان شاء الله ستكون صارة بحول الله تعالى في الايام القليلة القادمة سنوفيكم بتحديثات منتصف نهار اليوم بعد منتصف نهار اليوم ان شاء الله فقط كونوا معنا وتابعونا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته